اهلا بحضراتكو من جديد مع الكابتن سيد عبدالحفيظ انا بأكد لحضراتكو انا على الهوى مفيش اي من الكلام ده موجود خالص الكلام ده مش موجود نهائيا الروح اللي موجودة داخل النادي الاهلي حب وتعاون واحترام بمين كل المنظومة كابتن سيد عبدالحفيظ كابتن حسام غالي ايضا كمان الشاعات اللي احنا سمعناها ورحيل مسماني والكابتن حسام غالي هو السبب من اللي قال لحضراتكو الكلام ده طب هل النهارده مسماني بعد ما رحل عن النادي الاهلي وكل الكلام اللي قاله عن النادي الاهلي لو كان فيه واحد في المليون من صحة الكلام ده ليه النهارده مسماني ما كانش اكد الكلام ده ده بالعكس اسنى على ادارة النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة ولجنة التخطيط والتعاون الكبير اللي كان موجود وهو اللي قال انا حبيت ابعد وكفاية كده هي دي الروح الموجودة علشان كده النهارده بقول لجمهور النادي الاهلي خلي بالكو كل مباراة قادمة في الدوري هتلاقوا كل مع كل مباراة شاعات كتيرة حاجة تانية كابتن حسام غالي من اول ما دخل مجلس ادارة النادي الاهلي هل حد النهارده شاف له اي تصريح هل النهارده شاف له اي كتابات على السوشيال ميديا اي تعليف اي موضوع الراجل ملتزم بمبادئ وقية من النادي الاهلي عضو مجلس دارة ما بتكلمش تماما هو ده كابتن حسام غالي علشان كده لازم نحافظ على الكوادر بتاعتنا اللي طلع اللي لسه جاية في الطريق اللي لسه بتتعلم علشان في يوم من الايام ان شاء الله يكون كادر كبير هي دي مدرسة النادي الاهلي